مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليسيين اليوم أكدت المحامية التونسية وفاء الشاذي إلى ضرورة تقييد حركة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي المعلق وذلك في تدوين على حسابها بموقع فيسبوك كتبت وفاء الشاذي قائلة مدام الغنوشي حر طليقا وذراع بليبيا مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة في ليبيا يسول وجول بمباركة الحاكم بأمر أردوغان فإن أبوابنا مفتوحة على مصرعيها للفوضى والاغتيالات والتصفيات كما كنت تسمع اليوم المحامية وفاء الشاذي خرجت عن صمتها وكشفت المعطيات اللي ديما نحق عليها ولباقة الدولة المواقع التواصل الاجتماعي والعباد باقي تكذب كما قلت لكم هي وزاد أكد دلكم ومحامية وتعرف السياسيين فاش قاعدين يعملوا المهم أكدت لنا أنه مدام رجل الغنوشي يتحكم فيه أردوغان وزاد عنده علاقاته مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة في ليبيا مش تبقى ديما عام الفوضى في البلاد والاغتيالات والتصفيات ذاي الكلام اللي تحب توصل وهي للرأي العام ما تنسوش تعتوني رأيكم على الكلام اللي قالته والشي اللي يعمل فيه رجل الغنوش ويزعم العباد باقي تكذب عليه وتتبلع عليه حاصلوا اللي يحب رئيس الجمهورية قيس سعيد ويحب بلاده تونس ما يعملش لايك الفيديو هنكنوا سنة إلى نهاية الموضوع